هنا في مستشفى الأمراض العقلية بمدينة تيارت معرض لإبداعات أناس فقدوا عقولهم أوكادوا وقد جاءه تلاميذ ثنويون للتعرف على جانب من خدمات المؤسسة حيث اطلع التلاميذ المرفقون بأستاذهم على الأشغال اليدوية التي ينجزها المرضى نرى زيارة بعض المعرض الصغير لرؤية بعض الأعمال التي قام بها المرضى في المؤسسة طبعا كان زيارة جميلة جدا تعرفنا على الأشياء التي خادت منها المرضى إحدى التلميذات أبدت إعجابها واستغرابها من قدرة من نصفهم بالمجانين على صنع تحف فنية خرجنا بمعلومات جديدة وشفنا سوالح جدد وما كنت متوقعة باللي زعمة فيها هكذا عندهم مواهب بزاف وإمكانيات مطارات المصلحة المختصة بإعادة إدماج المرضى شرحنا للظائرين طرق المتابعة والدعم فيما يشرح مدير المستشفى طريقة عمل المصلحة النشاطات التي تقوم بها المؤسسة هناك طبعا التداوي الكيميائي المعروف لدى الجميع وهناك التداوي بالأعمال والذي أخذ حيث كبير عند أطباء والنفسانيين والمداوين والمرارين لهذه المؤسسات جمال الإبداع ومتعة بذل الجهد لتحقيقه مع أفراد من المجتمع كانوا ضحايا المرض العقلي ثنائية قل ما تتحقق